طيب ايمن اشرف لعب النادي الاهلي هيسافر النهاردة الى المانيا ومنها الى النمسا الخضوع لبعض الفحصات الطبية اللازمة على رجبته كانت سعب حفيز مدير الكرة قال لي ان الدكتور احمد ابو عبلة طبيب الفريق سوف يرافق ايمن اشرف في رحلته وذلك من اجل اتمنان على حالة اللاعب الطبية ده بالنسبة لأيمن اشرف ربنا يرجعه ان شاء الله بسلامة الله ويكون جزء من تشكيلة النادي الاهلي الفترة اللي جاي طيب خبر اخر وايضا من النادي الاهلي وهو يخص الموديل الفني او خلينا نروح الاول او خلينا مع مرس الكولر مرس الكولر الموديل الفني للنادي الاهلي اقعد مع الكابتن سيد عبدالحفيز وتكلم معاه في كثير من الامور الفنية في الفترة اللي جاية لشكل النادي الاهلي وطريقة لعب النادي الاهلي الفترة اللي جاية واللعبين اللي ها يعتمد عليهم تحدث عن بعض اللاعبين اللي هو هيكون عايزهم في يناير وتحدث معه أيضا على اللاعبين اللي هو عايز يجاهزهم زي حسين الشحات ورامي ربيع الفترة القادمة عشان يبقى ليهم دور ولو حتى في بعض الأوقات مع تشكيلة النادي الأهلي مارس الكولر أبلغ النادي الأهلي أنه ما فيش أي لاعب هيستغنى عنه أو مصمم أنه يستغنى عنه هو عايز يبقى في المرحلة دي اللاعبين كلهم داخل الفريق بيفكروا في الفريق بيساعدوا الفريق وبالتالي هو في حاجة لخدمات جميع اللاعبين